قامت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية بافتتاح مركز جامعة البحرين الطبية للأبحاث السريرية والجزائية الحيوية بداخل مركز البحرين للأورام بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي فكرة إنشاء مركز جامعة البحرين الطبية للأبحاث السريرية والجزائية الحيوية جاءت من رؤية بحثية مساندة ومساعدة في معالجة المشاكل الصحية السائدة في مملكة البحرين مزودا بأفضل التقنيات الرائدة عالميا والمختصة بتسهيل عمل الطب السريري والطب التحويلي كشف مركز جامعة البحرين الطبية للأبحاث السريرية والجزائية الحيوية عن طبيعة المهام والعمليات البحثية العلمية والصحية التي سيجريها من داخل مركز البحرين للأورام بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي والتي ستتمحور في مجملها حول إتمام الأبحاث الانتقالية التي تركز على الأمراض الصحية المنتشرة في مملكة البحرين مثل مرضي السكر والسمنة وغيرهما من الأمراض الصحية الواجب تدارك خطورتها وفي ذلك تحسين شامل لجوانب الصحة البشرية ورعاية دائمة للمرضى من خلال بذل المساعي والأبحاث المبتكرة للوصول نحو علاج نوعي للاضطرابات السكرية والعصبية عن طريق استخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات والاستعانة المطلقة بهندسة الجنوم المحفز وباتباع تقنية كريسبر للتوسع في دراسة الخلايا الجزيرية البنكرياسية من خلال أخذ العينات من المرضى وتحليلها على الفور حتى تمتلك القدرة على تحسين الاستجابات الخلوية للمرض بشكل يسهم في تحقيق الهدف المتمثل بعلاج داء السكر بأنواعه المختلفة فكرة إنشاء مركز جامعة البحرين الطبية للأبحاث السريرية والجزئية الحيوية جاءت من رؤية بحثية مساندة ومساعدة في معالجة المشاكل الصحية السائدة في مملكة البحرين فالمركز الذي سيفلح في تهيئة مملكة البحرين لتصبح مركزا للتميز في الرعاية الصحية والبحث العلمي بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الإقليمي سيرتقي بمهامه العلمية والعملية ليصل إلى سماء تحديث وتنويع الأبحاث المفيدة في بيئة علمية لائقة وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية بشكل يتبنى تحسين القدرات التشخيصية والعلاجية بإشراف نخبة من المختصين وذوي الخبرة من الممارسين في هذا المجال وفي ظل البروتوكولات المقررة حديثا للتجارب السريرية للخلايا الجذعية من جهة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للصحة ورؤية البحرين الاقتصادية سيتوجه مركز جامعة البحرين الطبية للأبحاث السريرية والجزائية الحيوية مستندا على موقعه الاستراتيجي ومن داخل مركز البحرين للأورام ليوفر تجربة متميزة تهدف إلى تعزيز التعليم وتطوير النشاطات البحثية والأكاديمية في مختلف جميع مجالات الطب وخصوصا في مجال علوم الخلايا الجذعية لإنتاج قاعدة من البيانات تساهم في تطوير وتنمية القدرات التشخيصية والعلاجية مما سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الطبية في مملكة البحرين لتلفزيون البحرين محمد رشادات